انفجارات متزامنة هزت العاصمة البلجيكية بروكسل أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات الاعتداء الأول استهدف القاعة الرئيسية في مطار بروكسل الدولي بتفجيرين نفذ أحدهم انتحاري بحسب الادعاء البلجيكي ويقع مطار بروكسل على بعد 12 كم شمال شرق بروكسل افتتح عام 1940 ويستعمله سلاح الجو البلجيكي قاعدة جوية لتأمين المقرات المهمة التي تقع بالقرب منه كمقر حلف نيتو ومقر الاتحاد الأوروبي وهو من أكثر مطارات أوروبا حركة بمعدل يتجاوز 230 ألف رحلة إقلاء وهبوط في العام ويستقبل أكثر من 17 مليون راكب في العام في رحلات قدوم ومغادرة الاعتداء الثاني وقع في محطة مالبيك في شارع لواء تبعد هذه المحطة فقط 300 متر عن المفوضية الأوروبية ومقرات المؤسسات الأوروبية وآقب ذلك تم تعليق العمل في محطات المترو في بروكسل السلطات البلجيكية وبعد هذه التفجيرات رفعت حال التأهب من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة المعروفة بدرجة التأهب القصوى وهذه حالة تعني أن هناك خطر محدقا يستهدف الجمهور والأماكن العامة كما أن القوات المسلحة ستتولى مع قوات الشرطة حماية المؤسسات العامة والرسمية وتخول هذه الحالة السلطات إغلاق ما تراه مناسبا من محال تجارية أو مدارس أو مؤسسات عامة